أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف بعمق العلاقات والاتصالة الوثيقة مع مصر وأضف وزير خارجية روسيا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سمح شكري عقب مباحثاتهما في موسكو أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر وصل خلال العام الماضي إلى 6 مليارات دولار مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الخطوات الملائمة لتعزيز هذا التقدم التجاري بين البلدين اتفاقنا على اتخاذ إقراءات يتم اتخاذها لتطوير هذه العلاقات وأعتقد أن هذا سيكون في صالح شعبي البلدين الشعب الروسي والشعب كمهورية مصر العربية أن الديناميكية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية والتجارية تدعو إلى الاحترام وقد زاد حجم التبادل التجاري عن 6 مليارات دولار واتفاقنا على اتخاذ خطوات محددة لتعزيز هذا التعاون كذلك أكدنا على دور اللجنة الروسية المصرية المشتركة لتعاون الاقتصاد والعلم والتقني ومن المخطط أن تأخذ هذه اللجنة في القاهرة في الشهور المقبلة